اشتركوا في القناة ورح ينتقل للحمل هو الآن موجود في منزلة الرشا في برج الحود وهي جيدة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يمكت فيها حتى تمام الساعة 11 و 52 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج من ظهر يوم الجمعة لينتقل بعدها لمنزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصخرة تقليم الأظافر حلاقة الشعر ومورة تجميل يعني جيدة في هاي الزاوية طبعا القمر بما أنه موجود بالحوت ما تأثيره رح يكون على جميع الأبراج من الآن لساعات ما بعد الظهر بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا بيضرفوا دمع بعيدة عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو شعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع بحباء للغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء هال التصوير طبعا في زوايا فلكية في عنا زاويتين فلكيات قبل خلو المسار اثنتين إيجابيات الزاوية الأولى هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة خمسة وأربع وثلاثين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي برضو زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بعد الزاوية هاي مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار بيبدأ من الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر لغاية الساعة داعش واثنين وخمسين دقيقة بعد الظهر هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 واثنين وخمسين دقيقة بعد الظهر بصير القمر باستقر تماما في برج الحمل وبلش يشكل أول زوايا من فصله يعني لسه زوايا منتصلة بكرة بتصير فتأثيرها رح يكون على جميع الأبراج بالفترة هاي بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون أو للرأس جمالا إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو ممكن أنه في هاي الفترة نعمل عملية تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة لخلو المسار القادم بما أن القمر رح يكون موجود بالحمل رح يكون خلو المسار القادم يوم الأحد تسعة خمسة رح يبدأ في تمام ساعة عشرة وتسعة واربعين دقيقة مساءً وبيستمر حتى تمام الساعة 11 وخمسة واربعين دقيقة مساءً لا ينتقل بعدها القمر لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 12 واربعين دقيقة بعد منتصف الليل بيصبح القمر 26 يوم نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم 25 منتحسة بنسبة 40% القمر في الحوت بدينتقل للحمل حتى يوم 9-5 سعيد بنسبة 10% عطارد في الجوزاء حتى يوم 29-5 سعيد بنسبة 60% الظهرة في الثورة حتى يوم 9-5 سعيد بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 30% المشتري في الدروة حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدروة حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجذبي تراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الصباح من ساعات الظهر تقريبا بتبدأ فترة أفضل بتعدلكم نشاطكم المفقود ولكن بتقدير بالكم من مزاج عصبيتكم كلامكم أثناء التعامل مع الغير لأنه اليوم تقريبا في ضغط أو في بعض الضغوطات النفسية أو العصبية اللي ممكن تأثر عليكم بشكل سلبي برج الثور بتنشطوا في ساعات الليل بين الأصدقاء أما في ساعات الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاضروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور ويصير للأسوأ السبب أنه القمر رح يكون موجود بالحمل يعني بيت المتاعب فهذا رح يسبب شوي الضغط عليكم في الأيام القادمة برج الجوزة حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ووصلوا الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل في ساعات الليل لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعد صديق وممكن اليوم يتوجهلك دعوي لحضور حفلي أو مناسب أو تسعد بلقاء الأصدقاء برج السرطان طبعا من الآن لغاية ساعات الظهر اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد كمان بدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم سيارة على الشوارع المفتوحة ممكن تنشطه بأمور إلها علاقة بالاتصالات الخارجية أو أمور إلها علاقة بالسفر لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتكون حافظوا على هدوءكم ما تحاولوا إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنت أهم مش إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك القمر برج الأسد من الآن لغاية ساعات الظهر بتكون تتفحصوا يعني فيما إنكوا رح يهتم بالأمور المالية أو تتفحصوا حساب مشترك حاولوا إنكم تمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتنشطوا في اتصال أو سفر بعيد وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الإجتماعية انتبهوا أثناء قيادة السيارة أو على الشوارع المفتوحة في المدن أو التنقل بين المدن ممكن يعني تفقد بعض الأوراق المهمة أو يعني بنصحك تتفقدها تشيك على أوراقك أمتعتك على كل شيء بيتعلق فيك بالفترة هاي لأنه ممكن تفقد بعضها أو تنسى شيء مهم عليك عدم التسرع أثناء القيادة وأثناء التنقلات برج العذراء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم شراكات المال شراكات العاطفة ما بينكو بين الأزواج أما في ساعات الظهر القمر بينتقل بصير موجود بالحمل بتنهمكو في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة بس بتحضروا من النزاعات مع الشريك الشريك العاطفة أو في المنزل أو في العمل عشان ما تكبر المشاكل وما توصل لمكان أو لمكان ممكن أنه تأخذ فترة لتقدر تعالج هاي المشاكل برج الميزان طبعا من الآن لغاية ساعات الظهر واصلوا لأعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأعمال جديد في ساعات الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكو تنتبهوا من أمور إلها علاقة بالنيران أو الجروح أو الالتهابات على أنواعها حاول أنك برضو تنتبه لغذائك لصحتك وحاول تبعد عن النقاشات والحدية أثناء تعامل الأزواج ما بينهم وبين بعض برج العقرب بتظل العاطفي قوية عندكم وبميل أحباكم للتجاوب معاكم من الآن لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر يعني بدكم تنتبهوا لصحتكم وبيغلب عليكم طابع العنف العصبية وخاصة أثناء تعاملكم مع الأحبة أو مع الأولاد عليكم الحذر على أعمالكم وعلى صحتكم برج القوية برج القوس اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتزداد رغبتكم في التقرب من والتفاهم مع أحباكم ولكن أهم شي أنك ما تفتعل خلاف في المنزل أو مع أحد الأحباء أو أفراد العائلة لأنه شوي مزاجك رح يكون حاد اليوم فممكن ردات فعلك تنفهم غلط أو يكون لك ردة فعل تسبب خلاف أو مشكلة برج الجدي اللي بيتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد من الآن لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتفضله الأجواء البيتية والعائلية وبتكونوا شوي عدوانيون ممكن يسبب مزاجكم نوع من أنواع الخلاف أو سوء التفاهم اليوم مع الأشخاص اللي في البيت أو العائلة كمان هاي الفترة بدك تحذر أثناء التنقلات وأثناء قيادة السيارة وممكن يصير فيه عطل إما في جهاز إلكتروني أو في السيارة برج جدلو من الآن بتكو تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وبتكو تخففوا من النفقات وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع لغاية ساعة الظهر من ساعة الظهر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه يعاني البعض منكم لمشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو مع رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للمال عليك تجنب التبذير قدر الإمكان برج الحوت طبعا من الآن أنتو نشطين مع هيك ما تبادروا العمل الجديد بل وصلوا ما بدأتم فيه من قبل لغاية ساعة الظهر من ساعة الظهر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بيكون مزاجكم سيء وبتكون قليلي الصبر الشيء اللي ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم أهم إش انكوا تنتبهوا للوضع المالي بالفترة هاي بشكل جيد ممكن يجيك بعض المكاسب المالية ولكن بدك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو بعض المشاكل المالية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء